شوية فراولة مرميين في التلاجة دبلو تابلتهم بالسكر بالشكل ده وما تخيلتش ان انا طلع منها اغلى اكلات في العالم بجد والله بجد انا انبهرت لما حطيت الفراولة وتابلتها زي البنية كده في السكر وطلعتلي اللي انتوا هتشوفو ده وهتشوفو كميات بجد رهيبة زي ما انتوا شايفين ده كيلو فراولة كنت نسية في التلاجة بقاله اربع تيام واتهرة وبقى الدبلان زي ما انتوا شايفين لا ينفع للأكل بس طبعا احنا مش هنروح نعمله عصير ونهدر الفراولة نستغلها ونعمل اغلى اكلات في العالم زي ما قلتلكو كان عندي كيلو فراولة انا كنت غسله وحطاه في التلاجة وطبعا الفراولة لما بتتغسله وتتحط في التلاجة وطبعا تلات تيام او اربع تيام بتتبل وبتتهري سيكا كده زي ما انتوا شايفين بس ناس كتير بتعملها عصير وتشربها بس انا بحب استفيد منها بقى في الحاجات اللي انا هعملها معاك ودي وبجده هتنبهروا منها لان الحاجات دي اورجانيك وبتباع بفلوس كتيرة قوي جبت على كيلو الفراولة دول جبت نص كيلو سكر انا ما بحبش الحاجة مسكرة والسكر بتاعها تقيل زي ما انتوا شايفين كيلو الفراولة تبلتهم في نص كيلو سكر وسبتهم لمدة ساعة زي ما انتوا شايفين كده بعد ما سبتهم لمدة ساعة نزلت كل السوال اللي فيها وده اهم خطوة عشان اللحم بتاع الفراولة نفسه يكون امتص السكر والانسجة بقت مسكرة وفي نفس الوقت لما تيجي تعملي الاكلات دي تلاقي السكر بتاعها مزبوط وزي بتاعي ببر زي ما انتوا شايفين فضيت المحتوى كله او الخليط كله في حلة عشان ارفحهم على النار ووريكوا هعمل ايه بعد كده هحط الكمية واهم حاجة لصوص ده ده اهم حاجة ده السكر والصوص بتاع الفراولة غلية على النار بالشكل ده وقعد بالزبط تلت ساعة بتغلي بالشكل ده ووطيت النار وهجيب كيز جيلاتين جيلاتين ده مهم جدا هتلاقيه سايب عند العطار وهتلاقيه في السوبر ماركت انا بجيبه من السوبر ماركت بجيب الكيز ده اللي انا هورهه لكم وانتي ممكن تروح تجيب السايب لو موجودة عند العطار اهو جيلاتين بودر بتروحي عند العطار تقولي له انا عايزة بخمسة جنيه جيلاتين بودر بتحطيهم يما بتشتري الكيز ده على كيلو الفراولة وبتحطيه ده اهم حاجة وده اللي هيعمل الخميرة اللي هنعمل بها صص الحلويات صص الفراولة الأورجانيك بتاع الحلويات جمال حلويات وهنعمل المربة عايزة اقول لكم صص الفراولة بتاع الحلويات ده الأورجانيك الطبيعي اللي بيتعمل بفراولة طبيعية بيتباع بفلوس كتير قوي وكمان المربة الأورجانيك اللي بتبقى فاكها خام بتبقى غالية جدا زي ما انتوا شايفين قعدت ربع ساعة على النار بالجيلاتين بعد كده سبتها تهدى شوية وفضتها في بولة كبيرة وهبتدي أطحنها كويس جدا الفراولة بالهند بلندر بالشكل ده وبعد ما طحنتها شوية هقوم جايبة كباية هاخد كباية من الصوص بتاع الفراولة والجيلاتين واركنه على جنب عندي هنا كباية مية أنا حطيتها في بولة على النار تغلي وعندي كيس جيلي فراولة كيس الجيلي ده اللي هنعمل بيه الصوص كباية المية وكيس الجيلي غلوا تماما كباية مية على كيس جيلي فراولة زي ما انتوا شايفين عشان نعمل الصوص بتاع الحلويات هنعمل كميع وكل لما بعوز أعمل الصوص ده ويخلص من عندي باخد حبة مربة على كيس جيلي وكباية مية وبعمله بالطريقة دي يعني هتفضل خميرة عندك رفعت المربة تاني على النار بعد ما ضربتها بالهند بلندر شايفين لونها وحلوتها طبعا هسيبها على النار لمدة تلت ساعة بعد الهند بلندر وخدت شوية على الجيلي وهو دافي كده من صوص المربة ودويبه كده في الجيلي والمية كويس جدا وهسيبهم يبردوا وكده أصبح صوص الفراولة اللي بنستخدمه لجميع الحلويات بنحطه كده على الوش بقى كنافة أي حاجة بنحطه نزيم بيه زي ما انتو شايفين المربة عقدت معي وبقت تقيلة وكل لما بيخلص عندي صوص الفراولة بتاعة زين الحلويات باخد شوية من المربة اللي أنا عملتها دي وبخفها بكوباية مية وكيس جيلي بيبقى أحلى صوص أورجانيك وأحلى مربة أورجانيك فواكه طبعية شايفين شكل المربة بتاعة الفراولة أنا عايز أقول لكم عيالي بينصفوها طول السنة ما شاء الله جميلة كده عملي لابنك ولا بنتك ساندويتش ما شاء الله فاكهة طبعية سكر قليل ومظبوط وفي نفس الوقت مش تجزعك مش السكر اللي يجزعك لا السكر بتاعها مظبوط كده ولا هو عالي ولا هو واضي وفي نفس الوقت بتحس بتعم الفراولة وانت بتاكلي المربة أنا بحب أغرق بقى عشان السكر بتاعها خفيف بحب أغرق الساندويتش كده إيه مربة زي ما انتو شايفين وده صوص الحلويات اللي احنا عملناه شايفين لونه بقى وجماله عامل ازاي تحفة التحفة يا بنات بجد جربوه رهيب ولا المربة بالطريقة دي رهيبة مربة مظبوطة على الشعر والصوص بتاع الحلويات مظبوطة على الشعر مش هنشتريهم تاني ده كمان ممكن تعملي المربة دي وتخفيفيها وتعملي مقهلبية فراولة كمان منها تبقى تحفة اشتركوا في القناة